مفاعل نووي محدد في العراق مقترح طرح على طاولة مجلس الوزراء للنقاش في إمكانية إنشائه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء يتي ذلك عبر استثمار الطاقة الكهربائية في توليد الطاقة خطوة لتامين إمدادات الطاقة الكهربائية على المدى البعيد بهدف تقليل الاعتماد على الموارد الأخرى كالغاز والنفط بيد أنها قد تنفذ لأسباب عدة الطاقة الكهربائية هي العمود الفقري لكل دولة الاقتصاد الصحيح قائم على كهرباء مستمر 24 ساعة المعامل المزارع المصانع تعمل فلو امتلك العراق الطاقة وأصبح قادر تحول إلى بلد منتج ولم يحتاج إلى الاستيراد ولم يكون دولة ضعيفة لذلك أنا لا أتوقع 1% أن العراق سيستطيع امتلاك هذا المفاعل لأن الإرادة الخارجية لا تسمح العراق بذلك أما ارتدادات الصدى شعبيا فلم تكن داعمة لذلك التحرك المواطنون لا يتفائلون بما تطرحه الحكومة حول هذا الملف فأزمة الكهرباء تعاد مع كل صيف رغم تعاقب الحكومات وتعدد المشاريع والمخططات والوعود من الناس ما حيش أخبار واني البنكة تفترقوا علي أو طفت الكهرباء للأسف ما راح تفاعل لأن الواقع والكهرباء الطافية علي تحكي عكس ذلك أزمة الكهرباء هي أزمة يعني مستمرة بالعراق واليوم الوعود وكثرة الوعود ما شاف المواطن أي نتيجة من يمهي كل سنة عاد الأزمة والقطوعات للتيار الكهربائي إحباط شعبي يعود لأكثر من عقدين عن فيها العراقيون من نقص في توفير الكهرباء خاصة في شهور الصيف اللاهب ذلك الإحباط يقابله مساء حكومية لحكومات متعاقبة وعدت بإنهاء تلك الأزمة لكنها لم تفلح في إنهائها لتبقى أزمة الكهرباء رفيقة الناس ومن أكبر معاناتهم من العاصمة بغداد بدر الكهرباء التغيير